السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة القيروان النموذجية ترحب بكم في مادة اللغة العربية للصف الخامس نستكمل اليوم ما تبقى من الحصة السابقة في الوحدة التاسعة التي بعنوان تحقيق الأحلام ما تبقى هي التراكيب والأساليب اللغوية والكتابة اليوم عنوان درسنا المفعول به كما قلنا سابقا سنتكلم عنه ان شاء الله في هذه الحصة مع المعلمات جمانة طاها اسماء الأخرص وأنوار عبدالجواد أتمنى منك عزيز الطالب نقل الاستنتاج والقاعدة على دفتر القواعد أيضا كتابة الأمثلة الموجودة بالفيديو طبعا عزيز الطالب أرجو التركيز هاي آخر قاعدة من أخذها لهذا الفصل ان شاء الله مهم جدا ركز عليها منيح لأنها هي أساس أنك تستفيد بالسنوات القادمة أخذنا الفعل أخذنا الفاعل نستكمل اليوم المفعول به طبعا الفعل والفاعل هم والمفعول به هم يسموا في جملة فعلية إحنا أخذنا بصف رابع الجملة الفعلية والجملة اسمية وأخذنا بصف ثالث أيضا الجملة الفعلية والجملة اسمية الجملة الفعلية حكينا بتنقسم إلى فعل وفاعل ومفعول به اليوم سنتكلم عن المفعول به لنستكمل ما الجملة الفعلية وشرح الجملة الفعلية وتقسيم الجملة الفعلية بسم الله نبدأ في الشرح أتمنى التركيز جيدا على هذه القاعدة أولا رح أبدأ لكم بأمثلة متواجدة لديكم في الكتاب صفحة 100 ترتدي رندة الملابس غالية الثمن فتحت أم رندة البابة ورأت رندة حلما عندك عزيز الطالب جمل لاحظ الخط الموجود تحت كل كلمة الملابس وحلما والباب إذن خط تحت الملابس وحلما والباب هلأ بدنا نرجع نفسر شو هذا الخط لاش وضعنا هذا الخط وشو موقعه في الإعراب وموقعه في الجملة منبلش بأنه المفعول به هو اسم يدل على الذي وقع عليه الفعل الفاعل إذن ما هو المفعول به بدنا نيجي نعرف شو هو المفعول به عشان نعرف نحل الأمثلة التي ذكرت في بداية الحصة بأنه إيش اسم يدل على الذي وقع عليه فعل الفاعل يعني إحنا حكينا الفعل الفعل هو ماذا؟ يلا مين بحب يستذكر معي شو يعني الفعل؟ شو حكينا معنا الفعل؟ مين بستذكر؟ ممتاز هو ما دل على حدث مرتبط بزمن بنقسم إلى فعل ماضي، فعل مضارع وفعل أمر أحسن تم أخذنا العلامات الإعرابية طبعا أنتوا لازم تكونوا نحفظتوها طب شو يعني الفاعل؟ أشو الفاعل؟ أخذناه في الحصة السابقة قاعدة السابقة هو من قام بالفعل إذن الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بزمن ممتاز أما الفاعل هو من قام بالفعل نأتي الآن إلى المفعول به وهو اسم بدل على وقوع الذي وقع عليه فعل الفعل إذن هو الاسم اسم وليس حرف ولا فعل تمام؟ اسم بدل عشو على وقع عليه فعل الفعل يعني اللي بصير عليه الحدث بصير عليه الفعل تمام؟ وهو دائما منصوب وعلامة نصب الفتحة وتنوين الفتح طبعا علامات النصب إلى علامات نصب كثيرة طبعا إحنا البتهمنا نصب الفتحة تنوين الفتح هذا البهمنا حاليا بهذا هاي المرحلة من السنوات بما بالسنوات إن شاء الله السابقة ستأخذ مجال أوسى للمفعول به نأتي الآن عزيز الطالب لتوضيح المفعول به وماذا قصدنا بأنه اسم يدل على الذي وقع عليه فعل الثعل بدنا نفهمها وإنه هو منصوب على بتنصب الفتحة وتنوين الفتح نأخذ مثال تمام؟ قضف اللاعب الكرة نسأل عشان نعرف المفعول به نسأل بماذا؟ ماشي؟ ماذا؟ أول جملة تضع ماذا؟ ماذا قضف اللاعب الكرة؟ جواب تمام؟ أش قضف؟ اللاعب الكرة إذن هو الإسم اللي وقع عليه فعل الفاعل يعني القرة هي الوقعت على الفعل إنه قضف اللاعب ماذا قضف اللاعب؟ الكرة إذن الكرة هي مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل اللي هي اللاعب وهو إعرابها مفعول به منصوب الكرة مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره تمام؟ نأتي إلى مثال آخر نأتي إلى المثال الثاني طرق الولد البابة لاحظ نتبه إلى الحركة ايش أول خطوة ننعملها؟ ننضع أمام الجملة كلمة ماذا؟ وعلامة استفهام بعد الفاعل طرق ماذا طرق الولد؟ البابة أحسنت إذن البابة إيش بيكون إعرابها؟ أو موقعها بالجملة؟ مفعول به ممتاز طيب شو بنا نعربها؟ شو بيكون إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ممتازين ممتاز بس معناته ما نفهمه؟ أنه الباب هو مفعول به ليش؟ لأنه وقع عليه فعل الفاعل يعني وقع عليه الفعل ليش؟ لأنه حكنا طرقة أشطرق الولد؟ ماذا طرق الولد؟ الباب إذن الطرق أصبح على الباب إذن القذف أصبح على القرة يعني هو ضرب القرة قذف القرة صح؟ طرق الباب يعني دج على الباب إذن الفعل حدث على الشيء مثلا وقعت الكرة على الأرض تمام؟ طيب وقعت الكرة أمامك أو وقعت الكرة لا انت هذا المثال مثلا مثلا سؤال آخر أو مثال آخر اللي هو يحرس الجنود و الوطن يحرسوا مين اللي بحرس؟ الجنود إذن يحرس الفعل الجنود هم الفاعل يحرس الفعل الجنود هم الفاعل تمام؟ بعتذر على الخربطة يحرس الفعل الجنود الفاعل طيب ماذا يحرس الجنود؟ شو بحرسه؟ الوطن إذن المفعل به أيش؟ الوطن إذن الحارس وقع فعله وقع الفعل على ماذا اللي هو يحرص الجنود تمام الجنود فعلوا ماذا فعلوا انهم بحرصوا بحرصوا شو الوطن صح اذا وقع الفعل على المفعول به وهو الوطن وهنا كذلك بالمثال الثالث حاكم القاضي المتهم بالسرقة حاكم القاضي المتهم بالسرقة هون المتهم كما قلنا ماذا حاكم القاضي المتهم ماذا حاكم القاضي من حاكم القاضي من حاكم القاضي المتهم يعني على ماذا وقع الحكم على المتهم اذا المتهم ايش فمفعول به منصوب علامة نصبي لفتحة الضايرة على آخر لأنه ماذا؟ وقع عليه فعل القاضي اللي هو الفاعل القاضي تمام؟ نأتي الآن إلى فكر سؤال على ثلاث علامات للي بيجاوب تمام؟ تبعات الإجابة لمعلمة المادة وهو فكر ضع خطا تحت المفعول به في كل جملة مما يأتي أول خطوة بتعملها بتحط ماذا؟ أو من؟ تمام؟ ماذا زرع الفلاة؟ قمحا ماذا نظفت أمي؟ بعرفش انت بدك تجاوب ماذا أضاع الطالب؟ ماذا سرق اللص؟ ماذا طارد الفهد؟ طبعا بدك تحط خط تحت المفعول به تبعات الإجابة لمعلمتك كما قلنا المفعول به هو من وقع عليه الفعل عنا قصيدة هي بتلخص لنا أو احنا بنحكيهم أبيات شعرية طبعا بتلخص لنا المفعول به مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرة العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله مثاله ما ذكر والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصله إذن هنا مهما ترى اسما وقع الفعل به يعني اسم وقع عليه الفعل فذاك مفعولا فقل فقم بنصبه أو فقل بنصبه تمام إنك إذا شفت اسم وقع عليه الفعل دغري تحكي إنه هذا المفعول به بتكون بنصبه يعني تحكي مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة الضارة على أخير لا إرادة دغري تمام كمثلا زرت العالم الأديبة وقد ركبت الفرس النجيبة هذا مثال ماذا زرت العالم 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 تمام العالم هون إيش مفعول به وقد ركبت الفرس النجيب ماذا ركبته الفرس النجيب إذن الفرس هو مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخرين مثال وظاهرا يأتي ويأتي وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر إذن وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا أحيانا بيجي ضمير فأول مثاله ما ذكر والثاني قل متصل ومن فصله كزارني أخي وإياه أصل هذا أنت بتأخذه البتان الأخيرات بتأخذهم بالمستقبل إنه ممكن يأتي ضمير متصل ومنفصل هذا بتأخذه بالمستقبل هلأ نأتي للمفعول به نستنتج بأنه هو الشيء الذي يوقع عليه فعل الفعل وهو منصوب علامة العربية النصب ومفتوح أما بالفتحة أو بتنوين الفتح علامة نصبي الفتحة أو تنوين الفتح فقط هذا هو المفعول به فهكذا نقول قد أنهينا درسنا لهذا اليوم نأتي إلى حل التدريبات الموجودة صفحة 101 افتح كتابك عزيز الطالب صفحة 101 ركز معي عين المفعول به فيما يأتي قال تعالى وورث سليمان داود ماذا ورث سليمان داود ممتاز إذن من الفاعل المفعول به داود طب من الفاعل سليمان ممتاز جدا قرأ عيسى قصة جميلة دغري أول إش بتعملوا ماذا بتكتب كلمة ماذا أول بداية الجملة ماذا قرأ عيسى قصة إذن إيش المفعول به قصة ممتاز طب من الفاعل عيسى أحسنت يقبل الله التوبة ماذا يقبل الله التوبة ممتاز إذن أين المفعول به التوبة أحسنت داود رسم الرسام اللوحة ماذا رسم الرسام اللوحة إذن اللوحة ماذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر أحسنت نأتي الآن إلى اشترى التاجر البضاعة ماذا اشترى التاجر البضاعة ممتاز مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر إذن لكي تميز المفعول تحط أول الجملة كلمة ماذا وبعد الفاعل علامة استفهام وهنا بنعرف الجواب الجواب اللي بيطلع معك هو بيكون المفعول به طيب املأ الفراغ بالمفعول به المناسب واضبط حركة آخره يحرس الجنود ممتاز الوطن زار عاصم المدينة ممتاز قرأت هبة القصة أحسنت أجب عن الأسئلة الآتية مكونا جملا مفعلية من فعلا وفعل مفعل به طبعا هذا السؤال يترك لك عزيز الطالب ولكن أتمنى حله معي ماذا يشرح المعلم يشرح المعلم الدرس أحسنت إذن الدرس مفعول به يشرح فعل والمعلم فاعل ماذا يزرع الفلاح يزرع الفلاح القمحة أحسنت يزرع فعل الفلاح الفاعل والقمحة المفعول به أتمنى وضع خط تحت الفعل وكتابة فوقه كلمة فعل والفاعل خط فوقه فوق الكلمة كلمة فاعل عشان نميز وأيضا المفعول به كذلك وضع خط وكتابة فوق الكلمة إنه مفعول به ماذا يأكل الجمل يأكل الجمل الشوكة ممتاز إذن الشوكة هي مفعول به جمل فاعل ويأكل فعل سؤال الرابع وظف الكلمات الآتية في جملة مفيدة على أن تكون مفعولا به مع ضبط التام لآواخره الكتاب والطاولة والحديقة يترك لك عزيزي الطالب هكذا نكون قد أنهينا شرح القاعدة المفعول به البسيطة والسهلة والسلسة مع حل أسئلة واتمنى حل الأسئلة على الكتاب ونقل القاعدة على الدفتع مع وضع الأمثلة وأيضا حل السؤال فكر ومهم جدا 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 أعطيكم العافية كانت معكم ميس أسماء الأخراس لكم كل التوفيق والنجاح يا طلابنا الحلوين